موسيقى جولتنا صحفية مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار الصحية والبداية من صحيفة النهار اللبنانية التي نقرأ منها اختبار جديد لتوقع عمر الإصابة المحتملة بمرض ألزهايمر جاء في تفاصيل الخبر طور فريق دولي من العلماء اختبارا وراثيا يسمح بتقدير العمر المحتمل الذي قد يواجه فيه شخص ما خلاله خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وقال الخبراء إن تحسين تقييم الخطر الوراثي للإصابة بألزهايمر وعمر ظهور المرض من شأنه المساعدة في الوقاية وجعل التجارب السريرية محددة بدرجة أفضل اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الحياة زيوت الأوميغا ثري تكافح عراض الاكتئاب أفادت الأبحاث الأخيرة بأن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي قد يعانون من الاكتئاب الأمر الذي قد يضاعف الشعور بالتعب ووجد الباحثون طريقة لمكافحته من خلال استهلاك زيوت أوميغا ثري إلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها الماء الساخن يؤذي شعرك حذرت بوابة الجمال المرأة من غسل شعرها بماء ساخن لأنه يجهد الشعر ويؤذيه وأوضحت البوابة أن الماء الساخن يهاجم على المدى الطويل طبقة القشرة الخارجية للشعر وبالتالي يصير الشعر يصير الشعر جافا ومتقصفا وختم جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية وعقار جديد لعلاج سرطان المبيض وفقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء جديد لعلاج النساء البالغات التي يعانين من سرطان المبيض المتكرر وأوضحت أن العقار الجديد زيغولا يؤخر نمو الخلايا السرطانية